بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نرجو بها النجاة يوم نلقاه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصَّر به من الجهالة وكثَّر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولمَّ به بعد الشتات وأمَّن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متَّصلت عينٌ بنظر ووعت أذنٌ بخبر وسلَّم تسليمٍ كثيرًا ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمَّته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أسأل الله أن يجعل اجتماعنا في بيت من بيوت الله اجتماعًا مرحومة وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده اللهم اجعل اجتماعنا هذا عندك قربةً نرجو بها النجاة يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا قربةً نتوسَّل بها إليك أن تفرِّج همومنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا وتقضي حاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام القرآن تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطنة كثيرة فمعركة بدر ومعركة أحد ومعركة حنين وصلح الحديبية وفتح مكة بل حتى بعض الأمور الخاصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفلها القرآن بل تحدث وتكلم الله جل وعلا عنها في كتابه الكريم وهذه الآيات التي نزلت نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم تحدثه عن هذه الوقاعة كما قال الله جل وعلا وقرآنا فرقناه يعني جعلناه ينزل مفرقا ينزل على ثلاث وعشرين سنة ينزل في أوقات مختلفة بعضها يغطي ويتكلم عن حوادث معينة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا فجعل الله تعالى هذا القرآن مفرقا يتكلم عن هذه الأحداث فتأتي معركة بدر مثلا فيقول الله جل وعلا عنها وإذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين ثم قال الله جل وعلا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم كان في معركة بدر كانت هناك قافلة محملة بالأرزاق والبضائع قادمة من الشام يقودها أبو سفيان وهناك جيش قادم من مكة فوعد الله تعالى المؤمنين إما أن تظفروا بالقافلة وتأخذوها وإما أن تظفروا بهذا الجيش فتنتصروا عليه وذكر الله تعالى هذا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنتم تتمنون أن تكون لكم القافلة لأنها ألف بعير محملة بالبضائع ما في قتال ولا في حرب ولا في جروح ولا في بذل جهد كبير ليس مثل الجيش الذي تقاتلون وتكلم الله تعالى عن أحد لما وقع على المسلمين ما وقع وحزن كثير منهم كيف يصيبون هذا فقال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أنتم في أحد استشهد ميكم سبعون في بدر قتلنا من المشركين سبعين وأسرنا سبعين فأنتم لما أصابكم ما أصابكم الآن من مقتل سبعين من استشهاد سبعين من أصحابكم نحن في بدر من قبلها قد أعطيناكم سبعين أسيرا وسبعين قتيل من المشركين قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الآيات وتكلم الله جل وعلا عن الخندق يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وتكلم الله تعالى عن حني ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى غير ذلك بل هناك قضايا خاصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث القرآن عنها حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه هذا كان زيد رضي الله تعالى عن ابن حارثة كان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم التبني قد تبناه كانوا في الجاهلية يتبنون فجاء الإسلام وحرم التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقصته عند الله فتزوج زيد لما كبر من زينب بانتجحش رضي الله عنها فوقع بينهما مشاكل وجاء زيد يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن زينب امرأة صالحة حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما تزوجها بعد ذلك كان يقول لزوجاته كان يقول لهن أول كن لحوقا بي أطول كن يدا تقول عائشة فكنا نتطاول الأيدي كل وحدة تقف جنب الثانية تقول من أطول أنا يدي ولا يدك تقول فماتت زينب أول وحدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقول فعلمنا أنه قصد ليس الطول الحسي وإنما أكثر كن صدقه وكانت زينب تشتغل بيدها وتغزل فإذا جمعت المال تصدقت به فكان النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بهذه المرأة الصالحة فهو في نفسه يعني زينب المفترض أن تكون عند رجل يكرمها فكان قد جعل في نفسه وزيد يقول ما رأيك أطلقها أول ما أطلقها قد جعل صلى الله عليه وسلم في نفسه أنه إن طلقتها يا زيد لن أدعه يتزوجها أي واحد سأتزوجها أنا فقال الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله وحقه أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطن زوجناك بل حتى لما وقعت مشكلة أسرية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم القرآن عنها قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتع كن وأسرح كن سراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما نحن اليوم سنتكلم عن آيات تتكلم عن حادثة من أعظم الحوادث في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم حادثة غيرت مجرى تاريخ المسلمين في حياة عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة إذا أردت أن تؤرخ للإسلام تقول ما قبل هذه الحادثة وما بعد هذه الحادثة هذه الحادثة سماها الله تعالى فتحا مع أن المسلمين لم يروا فتحا في وقتها بين أيديهم الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينة الصحيح أنها لا تتكلم عن فتح مكة لا هي تتكلم عن حادثة أخرى وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قبل أن يتم فتح مكة هذه الحادثة بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة بيعة سميت ببيعة الموت ما هي بيعة الموت وما هي قصة الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقع هذه الحادثة له من هم الذين قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة من هم وكم عددهم ومن الذي تخلف عن هذه البيعة وما سببها وما قصة الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تحدث هذه البيعة تعالوا نتكلم عن هذه الآيات بشيء من التفصيل خلال هذه الساعة التي معنا بعد انتهاء أحد ثم الخندق وقبلها بدر وما وقع في الخندق من إرسال الله جل وعلا جنوداً على المشركين فطردتهم عن المدينة وحدث ما حدث وصارت قريش تحدث أنفسها بغزو المدينة لكنها تذكر ما وقع لها في الخندق فتنكل عن ذلك فالصحابة قلوبهم معلقة بمكة وقعت حادثة الخندق في السنة الرابعة وانتهت ورأى الصحابة ما حل بالمشركين من التفرق ومن الخزي والطرد عن المدينة فبدأوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا وبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤية في المنام أنهم يعتمرون ففرحوا لأنهم يعلمون أن رؤى الأنبياء حق ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية أننا نعتمر معناه سنعتمر ففرحوا أن الموضوع سيتم وأنه جاء فيه وحي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهزوا فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى بيوتهم قلوبهم معلقة بمكة من جهتين من جهة العمرة ومن جهة أن عدداً منهم من المهاجرين مكة هي موطنهم الأصلي وفيها بيوتهم ومنازلهم الأولى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي فالإنسان يحن دائماً إلى أول منزل نزل فيه فتجهز الصحابة رضي الله عنه وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام نحن سنخرج إلى عمره ما هو قتال وبالتالي لا تأخذوا معكم أسلحة طيب كل واحد أخذ معه ما يسمى بسلاح الراكب سيف قل لما أخذ معه خنجر تدري أثراء الطريق قد يعرض لهم قطع طريق لصوص يعرض لهم وحش يعرض لهم شيء فالواحد يحتاج أن يكون معه سلاح يدافع عن نفسه لكن ما أخذوا معهم أسلحة لأجل القتال وخرج 1400 صحابي لابسين الإحرام وبعضهم معه الهدي النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحته بالعمرة أخذ معه سبعين بدنة سبعين جمل أخذها لأجل أن ينحرها في مكة ويوزع لحمها صدقة عليه الصلاة والسلام وجعل على هذا الهدي جعل عليه علامة أن هدي هذا لا يركب ولا يباع ولا يهدى ولا يوهب إنما هذا يساق حتى يقف عند الكعبة ثم ينحر تقربا إلى الله ويتصدق بلحمة أخذوا معهم الهدي ومضوا متوجهين إلى مكة أول ما خرجوا من المدينة أقبل عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنك تأتي قوما بينك وبينهم حرب صحيح نحن خارجون لأجل عمره لكن يا رسول الله أنا ما أمن قريش يعني ما الذي يمنع أن نأخذ معنا سلاحنا إن وقع حرب فنحن مستعدون لها وإن لم يقع حرب واعتمرنا فما يضرنا أن نحمل السلاح معنا على الجمال فالسحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ووقف بعدما طلع من المدينة ووقف وبعث إلى المدينة أن الحقون بالأسلحة فرجع الصحابة واخذوا معهم ما يأخذه الإنسان عند القتال يأخذون معهم الدروع مثل القميص الذي يلبس بن حديث يأخذون معهم السهام والرماح وما شابه ذلك من التي يستعملونها عادة في الحروب وعندما تلتحم الجيوش وخرج صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة لبيك اللهم لبيك والصحابة يلبون بتلبية حرموا منها منذ سنين وهم اليوم يلبون بها قد تعلقت قلوبهم بهذا البيت العظيم سمعت قريش أن المسلمين قد خرجوا فاستشار بعضهم بعضا ومباشرة أرسلوا إلى الأحابيش وهي قبائل حول مكة وقالوا تعالوا هذا محمد يريد أن يغزو الكعبة وأن يهدمها وصوروا لهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح لكن أرادوا أن يستثيروا الناس فأقبل هؤلاء يدافعون عن الحرم ثم أرسلت إلى ثقيف في الطايف قالوا تعالوا دافعوا عن مكة عن البيت الذي تعظمه العرب ترى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون الآن لأجل أن يهدموه ويفعلوا فأقبلت ثقيف وأقبلت الأحابيش وجعل العرب يجتمعون حتى جمعت قريش ثمانية آلاف مقاتل وأقبلوا ووقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم على حدود مكة حتى لا يدخلها ثم جهزوا خالد بن وليد رضي الله عنه قبل أن يدخل في الإسلام وخالد بطل سبب الهزيمة التي وقعت في أحد أن الرمات الذين كانوا على جبل الرمات يرمون المشركين في البداية وهرب المشركون في أول المعركة فلما رأى الرمات أن المشركين يهربون جعلوا ينزلون حتى لم يبقى من الخمسين راميا إلا أربعة فخالد بن وليد لما رأى هذا الجبل أن الرمات الذين عليه نزلوا أخذ معه مباشرة مئة فارس على خيولهم وصعدوا الجبل وقتلوا الأربع وصاروا هم يرمون المسلمين استعملوا نفس الخطة خالد ما هو برجل سهل خالد حضر مئة معركة لم يهزم في معركة واحدة منها تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها وخالد في سبيل الله مشعلها وخالد في سبيل الله مذكيها خالد ما هو برجل عادي فاختارته قريش قالت يا خالد بن الوليد خذ معك في أه من المقاتلين واذهب استقبل محمدا في الطريق حتى ما يصل إلينا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وأقبل من الطريق المعتاد طريق المعتاد الذي يمر بالتنعيم حتى يأتي ويدخل إلى الكعبة ويعتمر مثل الناس بل إنه صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاء يحارب اختار التوقيت المناسب اختار الأشهر الحرم أشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب اختارها لأجل أن قريش بل كل العرب يمنعون الحرب فيها والقتال فقال أنا آتي كما يأتي غيري وأعتمر في شهر حرام أصلا ممنوع أن واحد يرفع السلاح فيه وأنتهي من عمره وأرجع لكن قريشا ما تعظم ذلك ما تعظم هذه الأشهر إلا إذا كان في مصلحتها فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل فلما علم أن خالدا يرصده عند مدخل التنعيم غير صلى الله عليه وسلم الوجهة ما يريد يقاتل يريد نعتمر ونطلع لماذا تمنعون بينما أنتم تأذنون لكل أحد لو جاء واحد من أقاص الدنيا أذنوا له إلا أنتم يا المسلمين ممنوع أن تأتوا إلى مكة ليش فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يقاتل قريش فانحرف صلى الله عليه وسلم عن طريقه الذي كان يسير عليه جهة التنعيم إلى طريق آخر وأقبل صلى الله عليه وسلم من جهة الحديبية اللي اليوم فيها الشميسي وأنجاي من جده إلى مكة وأقبل صلواته ربي وسلامه عليه فإذا قريش قد غيرت مكانه جاءت لأجل أن تصده وأقبل بديل ابن ورقا بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال بديل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إلى أين أنت ذاهب قال إني ذاهب إلى مكة أبعتمر كما يعتمر غيري وهذه الأبل ترونها الآن البدن عليها شعار الهدي نحن ما جئنا حتى نقاتل فقال هذه قريش قد لبس جلود النمور معهم العوذ المطافيل وأخذوا أطفالهم ونساءهم معهم فعلا طلعوهم من مكة حتى ليقاتل يقاتل صح لأن زوجته وأبناءه وراءه ما يقول يعني أنا سأهرب إلى بيتي وفي زوجتي وعيالي لا أنا خرجت زوجتي وعيالي معي من شدة حماسهم للقتال قال هذه قريش قد خرجت معهم العوذ المطافيل نساؤهم وأطفالهم يقسمون أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا والله ما تدخل مكة وقال عليه الصلاة والسلام ويح قريش ويح قريش قد وهنتهم الحرب إلى متى تحربون خلاص قد وهنتهم الحرب ويح قريش أفلا يخلون بيني وبين الناس أنا حتى دعوة ما أقدر أعمل دعوة وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يرسل واحد بس داعية إلى نجد أو يرسله داعية إلى اليمن ولا إلى الشام مباشرة قريش تطلعوا تقاتله عاملين حصار على المدينة بل حتى لما جاء بعض الشعراء لأجل أن يدخل إلى المدينة يعني راجيا أن يعني يدخل في الإسلام ويقبل على الإسلام وإذا قريش تقف أمامه وتمنعه لا تكاد تجعل أحدا يصل إلى المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ويح قريش ما يتركوني اتركوني أدعو الناس خلاص أنا لن أتدخل فيكم أنا أدعو الناس إلى الإسلام قال بديل بن ورقاء والله لا يمكنونك من هذا والله لا تدخل مكة عنوة ثم ذهب بديل بن ورقاء وقف النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحاب ما رأيكم نحن الآن تلقينا تهديدا ممنوع ندخل مكة ونحن مثل ما ترون نحن أقبلنا محرمين علينا إحرام ونلبي لبيك اللهم لبيك وهذه المعنى هدي ننحره تقربا إلى الله تعالى في مكة ما رأيكم فقام قريش فقام أبو بكر قال يا رسول الله امضي في طريقك فمن صدنا عن البيت قاتلناه نحن ألف أربعمائة رجل بسلاحنا نحن بنمشي حتى نصل الكعبة اللي بيقف في هذا الطريق نقاتل حتى نصل وقام المقداد وقال كلاما قريبا من هذا يا رسول الله نحن لن نبدأ أحد بكتال لكن نحن جئنا عمرة عمرة جئنا نلبي نلبي مثل ما يلبي غيرنا ويأتي ويعتمر نحن مثله يا رسول الله نمشي على نفس الطريق اللي بيقف أمامنا في هذا الطريق نقاتله اللي عن يمين ويسار ما يتدخل فينا لن نعتدي عليه لكن يا رسول الله لا توقف امشي عاز مني بصلاح الله عليه وسلم وكمل طريقه لأن بوديل بن ورقاء جاء وهو لسا ما بعد وصل الحديبية طلعنا في نصف الطريق كانت قريش قد أرسلته رجع بوديل بن ورقاء إلى قريش قالوا ها ما عندك يا بوديل أنت ذهبت وضربت الطريق في الصحرة حتى قابلته ورجعت ما عندك قال هل تريدون أن تسمعوا مني ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم فقال عكرمة بن أبي جهل لا نريد أن نسمع شيئا ولا تبلغنا ما أخبرك به ولكن أخبره عنا أنه لا يدخلها عنوة أبدا وأن دون ذلك سحق رقابنا قال طيب اسمعوا ماذا قال قال لا نريد أن نسمع فقال عروه بن مسعود الثقفي وكان رجلا عاقلا جاي من ثقيف بقومه هداف عن الكعبة قال والله ما رأيتك اليوم عجبا قط قال الرجل يجيكم يقول عندي أخبار لكم عن الجيش اللي قادم عن عدوكم اللي تعادونه وتقولوا لا نريد أن نسمع ما يضركم أن تسمعوا فسكت عكرمة وأخبرهم بوديل بن ورقاء قال يا جماعة الرجل يقول أنا ما جئت حتى وقاتل أنا نيتي صالحة أنا جئت أعتمر وفعلا أنا أراه لابس إحرامه وأصحاب بإحرامهم معهم هدي أشكالهم ناس معتمرين قال عكري ما هو بقية قريش هم في ثمانية آلاف الآن قالوا والله ما يدخلون علينا أبدا سكت بوديل وجلس خلاص أنا اللي عليه بلغتكم النبي عليه الصلاة والسلام ظل يمشي وناوي يدخل الحرم اللي بيصدني بقاتله ما عندي كلام فلما كاد أن يدخل منطقة الحرم اللي هي الحديبية وهو يمشي بناقته والجيء والناس وراءه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ما شين بيعتمرون واللي بيقف أمامنا بنقاتله لكن لن نبتدي أحدا بقتال في هذه الأثناء لما كادوا أن يدخلوا حدود الحرم جل بركة القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام عجيب فجأة وجرت العادة أن الناقة والجمل لا يبرك إلا إذا صاحبه يعني أراد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بركة الناقة ضربها برجله تقوم ما قامت أضربها بالعصى ما قامت يقبل بعض الصحابة يمسك الخطام بيقومها ما قامت فقال الناس خلأت القصواء خلأت يعني عصت قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت القصواء لا والله ما عصت هذه ناقت وعرفها والله ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق هذه ناقة مدربة ذلول تسير كما أريد والله ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل في الأبرهة لما أقبل ليهدم الكعبة فأراد أن يدخل منطقة الحرم برك الفيل على الأرض الجند اللي مع أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة يريدون أن يقوم الفيل يضربوه يضعون تحته النار ما يقوم فإذا أمسكوا يعني كانوا قد ربطوا عنقه أو ربطوا خرطومه بشيء إذا لفوه جهة اليمن قام بيمشي بيرجع وإذا لفوه إلى جهة مكة برك حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل القصة المعروفة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن بروك القصوى ما هو باختيارها لا في شيء رباني جعلها تبرك هذا وحي ثم قال والله لا ينشدوني ما يعرضون عليه خطة يعظمون فيها البيت إلا أجبتهم إليها يقول والله ما يعرضون علي أي خطة أي صلح أي اتفاق فيه تعظيم للكعبة حتى لو فيه ظلم علي ما دام فيه تعظيم للكعبة وحفظ لهيبة الحرم ما يعرضون علي خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها ثم نزل من فوق القصوى خلاص هذا مكاننا يا صحابة ما في دخول للحرم صحابة يا رسول الله طيب الحرم الآن بندخل منطقة الحرم ما بيننا وبين الكعبة إلا مسافة يسيرة ما فيه انزلوا نزلوا ونصبوا الخيام يلتفتون حتى ماء ما في ماء معهم ماء الراكب لكن ناس بيجلسون أيام في هذه الصحرة يحتاجون إلى ماء يحتاجون إلى زاد يحتاجون إلى غير ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم ثم إنه صلى الله عليه وسلم وكان هذا في أوائل شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يعرف بعض الأخبار التي عند قريش فأخذ يفكر صلى الله عليه وسلم ماذا يرسل الآن إلى قريش وماذا كيف يتخاطب معهم فجعل يرسل بعض الصحابة يمين ويسار يريدهم أن يتوب الأخبار أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قال لهم انظروا لي بعض الأخبار التي عند قريش جاءوا نقلولا قال يا رسول الله ترى الكلام اللي قال أبو ديل بن ورقاء صحيح أي ثمانية آلاف مقاتل جاهزين وخالد بن وليد يا رسول الله معه مئة فارس الرجل ممكن أي لحظة يهجم علينا ونظر وإذا خالد فعلا قريب جاي يترقب المسلمين ويبحث عن اللحظة التي يهجم فيها على المسلمين يترقب فعلم صلى الله عليه وسلم أن الآن أمام حرب وكان خالد عازما أن يهجم عليهم فعلا وقال لأصحابه المئتين فارس أي لحظة تقترحون نهجم عليهم فقال بعضهم انتظر فإنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أبصارهم ومن أولادهم إذا دخلوا في الصلاة وبدأوا يصلون اهجم فبدأ ينتظر متى بيأتي وقتها الصلاة قيل أنها صلاة المغرب عند الغروب وقيل غير ذلك فأنزل الله تعالى صلاة الخوف وهو أن بعض المسلمين يصلون وبعضهم يحرسون فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصل معه مجموعة والمجموعة الأخرى تحرس يقول خالد فلما رأيت ذلك علمت أن الرجل ممنوع وهو أول وقوع الإسلام في قلبي بدأت أقتنع بالإسلام أن الله تعالى علم ما في قلوبنا فجعلهم يفعلون مثل هذا من شدة الحذر منا لبث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وهو يستشير أصحابه وهم مسرون رضي الله عنهم على أن يبدأون القتال يا رسول الله ندخل ونقاتل لكن عليه الصلاة والسلام يرى أن ما في مجال للقتال وأني لا بد أن أعظم الكعبة كما يعظمونها هم ونزلوا ثم جعل بعض الصحابة يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العطش قال ما عندكم ما تشربون قالوا ما عندنا فقال انظروا هل من بئر قالوا نعم هنا بئر جاف فما تستعمل خلاص فأمر أحد الصحابة أن يذهب إليها قالوا خذ هذا السهم انزل وغرسه في هذه البئر أخذ الصحابي السهم وغرسه في نزل في داخل البئر وغرسه في أرضها تراب وغرسه في أرضها وإذا فيها ماء يسير فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماء ونفث فيه ودع الله تعالى وسكب هذا الماء في البئر والصحابي قد غرس هذا السهم في البئر فما كاد الصحابي يصعد إلا وبدأت البئر تمتلئ بالماء دلالة على نبوة صلى الله عليه وسلم ومضت أيام يقول جابر جهش الناس يعني أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ركوة فيها ماء إناء فيه ماء فقال عليه الصلاة والسلام ما بالكم يعني ليس مجتمعين كلكم عندي قالوا يا رسول الله ليس في المعسكر ما إلا الذي بين يديك يعني حتى اللي في البئر انتهى لأنهم جلسوا أيام جلسوا عشرين يوم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في هذه الركوة يقول جابر فوالله لقد رأيت الماء ينبع بين يديه رسول بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني بالآيات المعجزات الظاهرات التي تثبت للناس أن هذا نبي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة قائد يخطط انزلوا في هذا المكان واصعدوا من هذا المكان لكن برضو لازم تقتنعون أنه نبي وبالتالي يظهر له علامات نبوة جديدة يرونها أمام عيونه مضت الأيام عليه صلى الله عليه وسلم فلاه يدخل مكة ولا قريش تهجم عليه كل واحد يتقي الثاني فنادى النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية صحابي قال ادخل إلى قريش حاورهم أنا آخر من جهة أنا أبو ديل بن ورقاء قال لي كلمتين وراح بعدين ما رجع اذهب يا خراش بن أمية ادخل منطقة الحرم واذهب شوف قريش جالسين هناك فهم معهم دخل خراش بن أمية على بعيره وبعض قريش مجتمع وبعضهم في مكة غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث بعضهم مع بعض أن اقتلوه اقتلوا خراش فحماه بعضهم وهجم عليه بعضهم حتى ضربوا أرجل جمله ووقع الجمل ينزف بالدم وخراش حماه بعض قرابته ما عندهم لعب هنا فرجع خراش إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير جمله أين جمله؟ قال يا رسول الله عقروا جملي بالسيف وكادوا أن يقتلوني لو لأن بعض أصحابي يا رسول الله من أقاربي ومن عصبتي منعني فالنبي صلى الله عليه وسلم تحير طيب هؤلاء ماذا نفعلوا معهم؟ التفت صلى الله عليه وسلم يبحث في أصحابه لازم أرسل واحد ثاني لأن قريش ما أرسلت ما في أي وسيلة اتصال فقال يا عمر اذهب إليهم عمر بطل وشجاع ولو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر لكن مع ذلك عمر لا يفكر فقط في قوة اندفاع أيضا له رأي قال لبيك يا رسول الله قال اذهب يا عمر ادخل مكاه تفاهم معهم تحاور تناقش معهم يا عمر قال يا رسول الله إن أمرتني أمرا ذهبت لكن يا رسول الله أنا لي رأي قال ما رأيك هذا يدلكم يا جماعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة رجالا بين يديه ما كان الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الواحد مقفل فمه ننفذ ننفذ ممكن نتناقش يا رسول الله يستأذنون ممكن نتحاور ممكن نعطيك رأينا إن كان الأمر من السماء أمر ملزم سمعنا واطعنا ولذلك حتى الحباب بن منذر في معركة بدر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في مكان المعركة وجعل البئر بينه وبين المشركين جاء الحباب قال يا رسول الله هذا الموطن الذي نزلت فيه أنت الآن هذا أمر من السماء خلاص سمعنا واطعنا أم هي الحرب والمكيدة والمشورة فقال عليه الصلاة والسلام بل هي الحرب والمكيدة والمشورة عندك رأي ثاني؟ قال يا رسول الله نعم نتقدم أكثر ونجعل البئر وراءنا فنحن نشرب كما نريد من البئر لكن أعداءنا ما يشربون فيعطشون ونغلبهم قال نعم الرأي ارتحلوا ارتحلوا وتقدم كذا متر حتى جعل البئر وراءهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على أن يسمع أراءهم أنت كذلك في تربيتك لأولادك تربيتك لغيرهم لا تربيهم على أنهم أجهزة تشغلوا الطفي لا الولد من حقها أن هي ذلك الرأية أن يبدأ وجهة نظره ولذلك حتى موسى عليه السلام لما أقبل إلى والد الفتاتين في قصة البئر المشهورة فجعل موسى يتكلم مع الرجل الصالح قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين البنت كونها تتكلم بكل جرأة أمام والدها معناها أن والدها يعطيها وجه يحترم رأيها وهذا هو الواجب يا جماعة في التربية لا تربي الذين بين يديك على أنهم كالأنعام يسيرون ورائك لا يديرون إلى أين يسيرون أطلب رأيهم حاورهم ناقشهم كذا ولذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر أدخل مكة وأتني بالخبر يقول يا رسول الله أنت إن كان أمر ملزم سمعتنا وأطعنا والله لو أموت الآن لكن إن كان في مجال للرأي أنا عندي وجهة نظر عندي رأي قال ها ما رأيك قال يا رسول الله إن رجلا معنا هو أقدر على هذه المهمة المهمة أنك واحد يدخل إلى قريش يتلطف معهم يتفاهم يقنعهم أننا ندخل ونعتمر بكل هدوء بلاش حرب يا قريش بلاش مشاكل أن تريد كذا يا رسول الله أنا ما أصلح أنا رجل صاحب حرب وقتال أنا ما أصلح أتفاهم مع قريش لكن يا رسول الله في واحد محبوب أكثر في قريش وله مكان في قريش وعنده منعه في قريش رجل يا رسول الله قبيلة في قريش أكبر من قبيلتي أنا من بني كعب لكن في رجل يا رسول الله قبيلة أكبر في قريش وأنت تعرف قال من قال عثمان بن عفان يا رسول الله عثمان بن عفان هذا لو دخل يحترمونه ويجلونه أنا يا رسول الله رجل شديد عثمان بن عفان قبيلة أكبر وهو أقدار قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرأي اذهب يا عثمان ركب عثمان على جمله ومضى يسير حتى دخل إلى مكة مر بقريش اللي في الحوايف وكذا ودخل إلى مكة دخل جهة الحرام واند الكعبة وجعل يتنقل بين قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عثمان قال يا عثمان إذا دخلت مكة اذهب إلى المسلمين المصدعفين صبرهم وأخبرهم أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا وأن ما نسيناهم وفعلا عثمان دخل وجعل يتنقل بين رؤساء قريش يقنعهم بلاش قتال والله ما جئنا نقاتل شوفوا أنا لابس حرام يا قريش ما جئنا نقاتل ومعنا الهدي وكل انظروا للناس كلهم محرمين ليش يا قريش أنتم تمنعون الناس بالقوة تمنعوننا وتأذنون لغيرنا وجعل يحاول يقنعهم يمين ويسار هم من شدة تلطفهم معه قالوا يا عثمان إن شئت أن تطوف في البيت أنت محرم وخلاص كم من عمرتك طواف وسعي وقصر وارجع ولحلق كلها ما تأخذ منك وقتا يسيرا فقال والله لا أطوف بالبيت وصاحبي محبوس عنه نبي صلى الله عليه وسلم يمنع وأنا أدخل وأقول والله أنا أصير أحسن منك أنا عملت عمرتي وأنت ما عملت لا والله والله حالك حالة عليه الصلاة والسلام والله لا أطوف بالبيت وصاحبي محبوس عنه والله ما أفعلها حتى أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لعل عثمان سيطوف بالبيت هم قلوبه معلق بهالكعبة يا رسول الله لعل عثمان سيطوف بالبيت قال لا يفعلها عثمان عثمان أنا عرفه لا يمكن يطوف بالبيت ونحن جالسون هنا في البر ممنوعين من الكعبة لبث عثمان عندهم إلى الليل قالوا له يا عثمان بت عندنا لا صعب ترجع في هذا الظلام قال حسنا لأن عثمان لا يزال يريد يرى المسلمين من غد جاء من الغد والسيقظ الصباح وجعل يطوف على المسلمين ثم جعل يحاول في قريش مرة ثانية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يدري إيش اللي حصل معك يا عثمان لا في اتصالات ولا رسائل ولا بريد بينه وبينه وبالتالي ما يدري إيش اللي حصل وأكمل عثمان اليوم الثاني إلى الليل وهو شغال يقنع قريش خلنا نفكر طيب عطنا فرصة وبات عندهم الليلة الثانية واستيقظ اليوم الثالث فلما تأخر عن نبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث وشيع أن قريشا قتلت عثمان خيانة وجرأة خراش بن أمية تعقيرون جمله وكدتم تقتلونه لولا أن بعض بني عمه منعوه والآن تسلطون على عثمان إيش الجرأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن قريشا تجرأت على قتل عثمان فيما أشيع حقيقة هو ما قتل لكن أشيع أن عثمان قد قتل لما رأى عليه الصلاة والسلام ذلك أقبل وجلس تحت الشجرة ومد يده قال من يبايع؟ بايع على إيش؟ على فتح مكة؟ ولنبايع رسول الله على الإيمان ولا على الإسلام؟ نبايع على إيش بالضبط؟ من يبايع على الموت؟ أننا هؤلاء اللي قتلوا عثمان وتجرأوا على الإسلام ويحاربون من سنين ويضيقون علينا نقاتلهم حتى نموت يا ننتصر يا نموت من يبايع؟ وجعل الصحابة يأتون ويبايعون صلى الله عليه وسلم وسميت ببيعة الرضوان وذكرها الله جل وعلا فقال لقد رضي الله عن المؤمنين ألف أربعمائة صحابي إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فعلا فتح مكة بعدها بسنة ونص فتحا قريبا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة ويذهب والثاني حتى اكتمل ألف أربعمائة صحابي وعثمان فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على يده الأخرى وقال وهذه عن عثمان يعلم لو عثمان موجود والله أني يبايع يد هذه عن عثمان وبايع صلى الله عليه وسلم نفسه وكالة عن عثمان رضي الله عنه وتجهز الصحابة بيهجمون على مكة إيش الجرأة نرسل رجلا رسولا يتفاهم معكم الأول تعقلون جمله والثاني تقتلونه ما هالجرأة يا قريش فلما تجهز الصحابة وإذا رجل قادم على جمله من بعيد نظروا إليه وإذا هو عثمان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال السلح ما عندك يا عثمان قال يا رسول الله قريش مصرّة إنك ما تدخل مكة أبدا وقد بلغت سلامك للمسلمين وفريحوا واستبشروا لكن قريش يا رسول الله ما عندهم استعداد أبدا أن يأذنوا لك بدخول مكة لكن سيرسلون رسلا خلاص أنا قنعتهم طيب أرسلوا أحد يتفاهم معه قائدنا عليه الصلاة والسلام بدأت الأمور تخف وبدأ فعلا قريش ترسل رجلا وراء رجل من أول الناس الذين أرسلتهم قريش عروه بن مسعود الثقافي وكان عروه أصلا لما جاء بديل بن ورقاء وقال تريدون أن تسمعوا ماذا قال محمد وقال لعكلم بن أبي جهل ما نريد أن نسمع لكن نبئه عنه كذا وكذا كان عروه قال لهم يا جماعة يعني ما يضركم أن تسمعوا ماذا يقول فسمعوا ثم قال لهم عروه طيب هل تتهموني بشيء أنا صح لست من قريش أنا من ثقيف جاي من الطايف لكن تتهموني أني أريد لكم المصلحة قالوا لا والله أنت ابننا ونعرفك قال طيب أرسلوني إلي أنا أتفهم معه بدأت الأمور تخف فتوجه عروه بن مسعود الثقافي وهو سيد سيد ثقيف وبعدين ثقيف في الطائف والطائف يعني من كانت من أشهر البلدان ولا تزال وعروه كان لها علاقات وكسرة وقيصر والنجاشي وملك اليمن رجل سيد في قومه وبينه وبينهم علاقات فأقبل عروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذكائه القيادي عليه الصلاة والسلام أنه يتعامل مع كل شخص بالأسلوب الذي يصلح له هذا ترى ذكاء يا جماعة أنت الآن لما شخص فرضا بينه وبين ابنه مشكلة وتعلم أن هذا الشخص يحب الفلوس ويعظم المال فجئت وقلت لي يا أخي أنطرت ولدك من البيت وترى قال خل الولد لا أريد أني أراه وهذا الولد أصلا أنا متبرئ منه وكذا فقلت إيه لكن ترى لو ولدك هذا يقع في جريمة قتل ترى ممكن أن تدفع ديها من فلوسك وترى لو ولدك هذا يصدم أحد بالسيارة ترى ممكن أن تتصلح سيارات الناس فتذكره بأشياء لأنك تعلم أن يحب المال أتيت له من النقطة التي تؤثر فيه يقول لك كيف؟ تقول لي نعم أنت ولي أمره والله بكرة يتصرون بك الشرطة ولا المحكمة ولا الأمارة ولا أي جهة ويجرونك ويسحبون من حسابك قال لا لا خلاص أحل المشكلة معك اتصل بالولد خليه يجي ونحل المشكلة لكن لو علمت أن هذا الأب مثلا حريص على وضعه الاجتماعي ولا يحب الفضايح وحريص على سمعته فتقول له طيب ممكن ابنك هذا يعمل عمله ويفشلك ويفشل عيالك ويحرج بناتك والله بكرة ما أحد يتزوج منك من بناتك ولا لأنك جئت من الطريقة التي تؤثر فيه هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه الآن ثلاثة وأربعة من قريش كل واحد تعامل مع التعامل يختلف عن الآخر أقبل عروه بن مسعود الثقفي هذا رجل سيد فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر تعال اجلس ونادى المغيرة ابن شعبة الثقفي قال تعالي يا مغيرة والبس المغيرة الحديث مغفر والدرع والسيف وجعله واقفا وراءه وكان المغيرة بالمناسبة طويلا كان رجلا يعني يعني جسمك كبير ومهيب وجاء واقف بالسيه وأبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاة والسلام جال جلست ملوك إذا أنت ملك يا عروة راحنا ملوك بعد جاء عروة جاء عليه تلفت وإذا الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يحفون به ما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره لو يقول أريد ماء عشرة يجبون الماء بسرعة ما يكاد صلى الله عليه وسلم يتوضى إلا اقتتلوا على وضوءه أثر الماء عروة يشاهد وين هالأمور أنا ما شفتها عند أصحاب كسرة ولا قيصر إيش التعظيم هذا عندكم بعدين جاءوا جلس فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جمعت أوباش الناس أوباش الناس يعني سقط المتاع من الناس جمعت أوباش الناس وجئت بهم إلى بيضتك إلى بيضتك إلى بلدتك لتفضها يعني لتكسرها والله من أول صيحة يفرون عنك اللي أنتم جمعهم أوس وخزرج وناس مسلمين وسلمان الفارسي وهذا كذا والله هذا حبشي والله أن يفرون عنك فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الوزير يرد فالتفت أبو بكر إليه وسبه سبتا كانت معروفة عندهم في الجاهلية سبه سيئة جدا لكن كان يستحقها في ذلك الموطن قال له كذا سبه يعني لا لن أذكرها ثم قال نحن نفر عنه كذا وكذا وسبه سبه عظيمة معروفة مسعود ما هو متعود أحد يسبه متعود للناس يقول له ابشر وإن شاء الله من عيوني وأحد يسبني فالتفت قال من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر فقال والله لو لا يد لك علي لم أكافئك بها لردت عليك أنت قد أحسنت إلي في الجاهلية فأنا بتأدب معك لكن هالكلمة اللي أدب بها أبو بكر عروة جعلته بدل ما ينفض ريشه ويقول أصحابك يفرون عنك ومدري إيش صار هادئ وجعل يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد كذا فكل ما مد يده بيمسك اللحية المغيرة بن شعبة واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعها السيف فكل ما مد يده ضرب المغيرة يده بالسيف يعني لست كفء تلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم واخر يدك أحسن لك كان يضربه ليس بحد السيف بجنبه فضرب يده أول مرة وأبعدها ونظر اللي يشوف واحد كذا حديد فجعل يتكلم يا محمد ارجعوا بلاش مشاكل وما يحتاج ونحن كذا وبعدين أخذته العاطفة ومد يده مرة ثانية بيمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم فضربها المغيرة مرة ثانية يعني لا تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام عاج به الوضع لأنه ما يصلح مع عروة إلا هذا الأسلوب وإلا كان يقول نبي عليه الصلاة والسلام يا مغيرة دعه لكن مدام ساكت معناه يقره عليه الصلاة والسلام لأن هذا من القيادة من ذكاء القيادة في هذا الموطن ثم تكلم شوي ومد يده الثالث فتكلم المغيرة أول شيء ضربه بطرف السيف بعدين قال المغيرة والله لئن مددتها رابعة لترجعنا إلى قومك بيد واحدة لأضربك بحد السيف أخليك ترجع باليد اليد الثانية تبقى عندنا فقال عروة ما أفضك وأغلضك إيش الإسلوب هذا من هذا يا محمد فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ابن أخيك المغيرة بالشعبة الثقفي وأنت عروة بن مسعود الثقفي هذا ولد أخيك فقال عروة له قال يا سوأة الدهر وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس إيش قصة هل غسلت سوأتك في الجاهلية المغيرة بالشعبة بطل من زمان فكانت قريش والعرب عموما كانوا إذا أرادوا أن يسافروا من مكان إلى مكان يأخذون معهم حرسا لكن كل قبيلة يدخلونها يأخذون حرس أيضا منها يعني مثلا لو جاء ناس من ثقيف من الطايف سيتوجهون مثلا إلى اليمن فرضا في تجارة فمروا يأخذون معهم حرس من قومهم لكن إذا دخلوا حدود منطقة قريش يستأجرون حرسا من قريش نفسها نفسها يحمونهم حتى يطلعوا من ديارهم بعدين يحاسبونهم مع السلامة يدخلون ديار أخرى يأخذون حرس من عندهم كذا حتى يحمون نفسهم فالمغيرة بالشعبة مرت قبائل من العرب بالطايف وهم سافرين وأخذوا مجموعة حرس من ضمنهم المغيرة فذهبين لليمن فلما انتهوا من منطقة الطايف وحاسبوا الحرس اللي من ثقيف قالوا ارجعوا المغيرة هاعجبهم قالوا أن تستمر معنا ونحن راجعين نعطيك جمل كامل بالبضاعة اللي عليه كأجرة لك قال طيب ذهب معهم المغيرة واصلوا لليمن وانتهوا من تجارتهم ورجعوا بجموعة جمال مليئة بالبضائع والأموال والمغيرة له جمل واحد منها أجرتي أن يخدمكم طول الطريق وأحرسكم فلما كادوا أن يصلوا إلى الطائف خلاص ينزل المغيرة وهم يكملوا طريقهم رغب المغيرة أنه يأخذ كلها المال وكان معه سبعة رجال هؤلاء القافلة فلما جاء بالليل قال لهم المغيرة هل ذقتم خمر الطائف قالوا لا والله قال أنا أصنع لكم خمر من أحسن الخمر قالوا اصنع في الجاهلية كانوا فصنع لهم وجعل يسقيهم حتى سكروا فلما سكروا وناموا مسافرين وناموا أقبل إليهم واحدا واحدا وقتلهم ثم أخذ كل الحملة ودخل بها إلى قومه قالوا ما شاء الله يا المغيرة يعني وين أصحابك وين قال خراص اللي حصل كذا وكذا فثارت قبيلة هؤلاء ورفعوا راية القتال ليقاتلوا ثقيفا رئيس ثقيفه عروة بن مسعود الثقافي قال يا مغيرة رجع أموالهم وفكنا من مشاكل قالوا والله ما أرجع شيء تريدون قتال قاتل فدفع عروة بن مسعود دية هؤلاء السبعة كلهم فعروة يقول للمغيرة يقول أنا قبل كم سنة دفعت عنك دية سبعة رجال لا يقتلونك والآن تعاملني هكذا ثم إن عروة بن مسعود رجع إلى قومه ووصل لهم الرسالة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها أن تصل قال يا قوم والله لقد دخلت على كسرى وقيصار والنجاش وملك اليمان والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد المحمدة هذه الرسالة هي التي يريد صلى الله عليه وسلم يوصلها عروة وقد فعل يا جماعة هذا رجل غير عادي يقول لأصحابه يقول ترى هذا اللي رئيس على قومه هذا ملك وعظيم ومعها أصحابه يقاتلون دونه انتبهوا يا قريش تتعاملوا مع من لا تظنونه إنسان عادي فبدأ الرعب في قلوبهم فجعلوا يفكرون طيب من نرسل من نرسل فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر اسمه مكرز ابن حفص وكان رجلا سيئا يعني أصلا قريش غلطاني إنهم أرسلوا أساسا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يصل لأي حل حتى أصحابه جالسين بالإحرام الآن عشرين يوم لاحظ عشرين يوم ما في الأكل قليل الماء قليل أولادهم في المدينة ينتظرونهم وألاحد بإحرامه يعني أنت لو تجلس بإحرامك وتمنع من الطيب وتمنع من أهلك يعني من الوطأ وتمنع من قص شعرك وقص أظفارك وتمنع من نزع إحرامك وتتأذى بذارك وحد أحيانا يجلس في الحج ثلاث أربع أيام بالإحرام ويتمنى يقول متى أرجع وألبس تيابي وأتطيب هؤلاء عشرون يوم من الآن على هذا الحال بعدين في صحراء فلما أقبر مكرز من حفص رأى النبي عليه الصلاة والسلام مقبلة من بعيد قال هذا رجل غادر يعني هذا ما يستحق نضيع الوقت معه هذا رجل غادر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلمتين وصل له النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة وصل لقريش ما جاءنا الحرب نحن جئنا لأجل أن نعتمر إذا قريش يريدون أن يمادون مده إذا يبغون يكتبون معنا صلح نحن جاهزين لكنه ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم معه أي شيء ولا أعطاه أي وعد لأنه يدري أنه غادر فرجع مكرز إلى قومه فجعلت قريش ثلثة في الطيب ماذا نفعل؟ قال سيد الأحابيش أرسلوني سيد الأحابيش هذا كان رئيساً على قبائل الأحابيش وهم قوم من العرب كان عندهم تعظيم شديد جداً للكعبة والحرم ويعني بشكل كبير أكبر من بقية العرب يعظمون الكعبة والحرم والهدي وإطعام الحجاج من أيام الجاهلية قال أرسلوني إلي قالوا اذهب يا سيد الأحابيش وريش أيضاً ودها تنتهي فأقبل سيد الأحابيش من بعيد لما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا رجل من قوم يتألهون يتألهون يعني يحبون التعبد صح أنهم على باطل وجاهلية لكن عندهم تعبد عند الكعبة وتقرب إلى الأصنام وذبح الهدي عند الكعبة قال هذا رجل من قوم يتألهون ابعثوا في وجهه الهدي حركوا الهدي الهدي الابل باركة على الأرض قوموا الابل وخلوها تمشي قدامه قام الابل قامت الابل هذه وهذه وهذه كمية كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوحده معه سبعون فما بالك كم مع الصحابة الباقية رضي الله عنه وجعلت الابل تمشي أمامه وعليها العلامات الخاصة بالهدي جعل ينظر كل هذه صدقات للفقرة اللي عند الكعبة وقريش تمنع وصولها للفقرة فلا هي اللي أطعمتهم ولا هي اللي خلت الصدقة تصل إليهم وجعل ينظر والهدي واضح عليه الإجهاد قلة ماء وقلة زرع ومرعى واضح عليه الإجهاد فما كمل طريقة للنبي عليه الصلاة والسلام التف مباشرة راجعا إلى قريش قال يا قريش أيصد عن بيت الله من جاء معظما له الرسالة اللي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام وصلت خلاص وصلها سيد الحابش من غير نقاش قال أيصد عن بيت الله من جاء معظما له فقالت له قريش اجلس إنما أنت أعرابي يعني أنت ما تدري عن السياسة ولا قال والله لتدعنه يأتي ويعتمر وينحر الهدي أو لأصيحن بالأحابيش صيحة واحدة ونخرجكم من مكة يعني نطلعكم من قريش ونصبح نحن أهل مكة هل ينحدد من يدخل ومن يخرج خافوا قالوا هذا بعد لا يورطنا الآن يصبح حرب أهلية عندنا قالوا اجلس لن ترى إلا ما يصرك اجلس حوله ماذا نفعل فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الوسيط الخامس اللي حل الموضوع أو الرابع اللي انتهى الموضوع معه سهيل ابن عمر قالوا يا سهيل رح شوف الموضوع فأرسلوا سهيلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلع سهيل من مكة وأقبل يعني على بعيره ماشي جهة الحديبي عند الشميسي يعني على طريق جدة فلما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد يعرف أن هذا الرجل عاقل قال سهل أمركم عندهم سهيل سهل أمركم وهذا أيضا بالمناسبة ترى من التفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها الرجل أو تقال له يعني الواحد لو طلع الصبح مثلا سمع واحد يقول مثلا يا رابح أحضر كذا ولا يا سهيل أحضر كذا ولا يا جميل افعل كذا ولا أنت رحت مثلا بتخلص لك معاملة في جهة وصار الأخ اللي مثلا يستقبلك مثلا اسمه سهل ولا سهيل ولا مثلا من الأسماء اللي تدعو للفأل فقلت الحمد لله والله إن شاء الله أنا متفائل إن معاملتي بتخلص التفاؤل أمر حسن بالأسماء فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل أمركم جاء سهيل جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فهمها النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن جئنا نعتمر يا أخي ليش تمنعونا جئنا نعتمر فقال له سهيل ما في عمرة شوف قريش ترى أن هالعمرة تحدي إن دخلت إلى مكة بالطيب ولا بالقوة قريش ترى أن هذا نوع من كسر الأنفلها يعني من لن ترضى قريش لكن أتفق أنا وإياك ترجعون هذه السنة وتأتون السنة القادمة تعتمرون طيب ما الذي يمنعنا هالسنة قال هالسنة ما في عمرة قريش بتقاتل لكن تعتمرون السنة القادمة قال النبي عليه الصلاة والسلام موافق وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أصلا يكتب صلحا بينه وبين قريش طيب نكتب صلح نكتب صلح ما هي بنود الصلح أول شيء مدة هذا الصلح عشر سنوات لا تقاتلنا ولا نقاتلك ممتاز أصلا يريد عليه الصلاة والسلام أن الأمور تهدأ حتى يبدأ الدعوة في النواحي كلها ويرسل أصحابه للدعوة من غير ما تتعرض لهم قريش ويبدأ الصحابة يشتغلون بالتجارة وغيره قال طيب هذا أول شرط عشر سنوات الشرط الثاني قال سهيل أن من جاءكم من مسلمي مكة واحد دخل في الإسلام وأراد يهاجر إليكم تطردونه لا تستقبلونه في المدينة ولو واحد عندكم من المسلمين ارتد وجاء عندنا في مكة نقبله حرقت الله بالله طيب علاقة المعاملة بالمثل قال لا اللي عندنا يدخل في الإسلام ويأتي إليكم ممنوع تستقبلونه لو نفتح المجال أسلم نصلي عندنا وأجاؤكم لكن ممنوع تستقبلونه لكن أي واحد عندكم يرتد عن الإسلام ويأتي إلينا نستقبله قال عليه الصلاة والسلام موافق ثم بدأوا يكتبون الصلح هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله عليه وسلم سهيل بن عمر وكان الذي يكتب هو علي رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل يملي على علي رضي الله عنه وعلي يكتب فلما كتب علي محمد رسول الله قال سهيل لو آمنا أنك رسول الله ما قاتلناك كيف تكتب محمد رسول الله توقيعي معناه أني موافق على أنك رسول الله لا لا أكتب اسمك واسم أبيك نحن نتعامل معك على أنك قائد جئت من بلدة أخرى ما نتعامل معك أنك نبي أكتب اسمك واسم أبيك قال عليه الصلاة والسلام لكني رسول الله هذا التعريف بي أني رسول الله لكني رسول الله قال لو آمنا بك ما قاتلناك امسح كلمة رسول الله قال عليه الصلاة والسلام امسحها يا علي قال يا رسول الله أصلا الصحابة لما علموا ما في عمره وأن اللي بيأتي من المسلمين الجدد لا يقبل يعني كادت قلوبهم أن تتفطر وأيضا ما نكتب رسول الله بعد قال علي والله لا أمحوها قال أمحوها يا علي كلمة رسول الله هذه أمحوها واكتب بدلا منها ابن عبد الله أمحوها قال والله لا أمحوها قال أمحوها يا علي قال والله لا أفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين موضعها قال هذه ما يعرف يقرأ عليه الصلاة والسلام فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وفي رواية عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كتب بيده ابن عبد الله وذكر ابن حجر لما أراد يوفق بينها وبين قول الله تعالى النبي الأمي ما كنت تدريم الكتاب والإيمان ونحوها من الآيات التي تدل أن ابن صلى الله عليه وسلم ما يكتب قال ابن حجر أصرا الشخص الذي يعرف أن يرسم اسمه فقط كما أنه يرسم شجرة يحفظ رسمة اسمه لا يعتبر كاتب لا يعتبر كاتب يعني أنت الآن لو فرضا جئت عند أمك وهي كبيرة في السن ما تعرف تكتب واسمها مثلا عائشة قلت يمه اكتبي اسمك قالت والله يوليدي ما أعرف اكتب اسمي قل طيب يلا أنا بقى حفظك الشكل فحفظت هذه أول شيء تعملين نصف دائرة بعدين خطحتها بعدين تحطين خط يوم وفوق مثل العمود بعدين تضعين كذا بعدين تحطين ثلاث أسنان بعدين تضعين وحفظتها هذه الصورة كما تحفظها صورة رسم شجرة أو ترسم سفينة أو ترسم شمسا فصارت ترسم اسمها رسما فقط هل تقول والله الوالدة أبشركم متعلمة والوالدة تكتب وتقرأ لا والله لا تكتب ولا تقرأ وليست متعلمة ولا تزال أمية لكنها ترسم اسمها كما ترسم الشجرة والنخلة ونحو ذلك يقول ابن حجر هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يعني يكتب إلى الأمصار ويكتب محمد بن عبد الله حفظ الشكل حفظ الصورة فهو يستطيع أن يقلدها كصورة لكن ما يعرف يكتب كتابة تامة الشاهد أنهم كتبوا هذا الصلح بينهم وأقبل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع سهيل خلاص معناه نرجع قالوا يا رسول الله ألم تكن تعيدنا أن نعتمر قال نعم قالوا طيب ما اعتمرنا قال هل قلت لكم أن هذه السنة قالوا لا قال إنكم معتمرون قالوا ألم تكن تحدثنا أنك رأيت رؤيا أن نأتي البيت ونطوف به قال بلى قالوا طيب رؤياك يعني رؤيا الأنبياء حق كيف كيف ما طفنا ولا اعتمرنا قال أحدثتكم أن هذه السنة قالوا لا قال إنكم آتون فطائفون بالبيت جنس الصحابة يعني ما في عمره بعد هالعشرين يوم فأقبل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال أولسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ليش ما ندخل ونقاتل ونطوف بالكعبة ليش نكون نحن الأقل فقال عليه الصلاة والسلام ألس رسول الله قال بلى قال إني رسول الله ولن يضيعني هذا وحي عمر ما هم من عندي فذهب عمر إلى أبي بكر وقال له نفس الكلام ألسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين ألسنا على الحق أليسوا على الباطل فعلى ما نعطي الدنية في ديننا قال أليس رسول الله قال بلى قال فالزم غرزة يعني امشي وراءه ولا تخالفه أبدا ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه خلاص نرجع مكة يعني خلاص منعنا من العمرة ماذا نفعل خلاص والإنسان إذا منع من العمرة المحصر هذا ينحر هديه إن كان معه الهديوة يقصر أو يحلق رأسه ويرجع خلاص ما في عمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أمرهم إن حاروا الهدي وقصروا ويحلقوا وجعل الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم أوامر فهم يلتفتون إلى بعض بنفذون لكن ربما يوحى إلى النبي عليه وسلم أن يفعل كذا فأمرهم مرة ثانية يلتفت بعضهم إلى بعض نحن عشرين يوم ننتظر في هذا المكان بعد ما في عمرة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة متغير الوجه وكانت معهم قالت ما لأراك متغير الوجه يا رسول الله قال أمرهم فلا يطيعون قالت بما أمرتهم قال أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم خلاص ما في عمرة ويخلعوا الرداء والإحرام ويلبسهم ويلابسهم ونمشي وما أطاعوني قالت أتحب أن يفعلوا ذلك قال نعم قالت فخرج أنت ولا تكلم أحدا وادعوا حالق رأسك فليحلقك ثم انحر هديك فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا فعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حالقه فحلقه ثم نحر صلى الله عليه وسلم هديه فأقبل الصحابة يفعلون كفعله عليه الصلاة والسلام أخيرا مضت سنة ونصف ونقض هذا الصلح اللي وقع في هذه الواقعة التي نتحدث عنها كيف نقض خذ النقض في الدقيقتين التي بقيت معنا لما كتبوا الصلح كان في قبائل حول مكة بعضها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مسلمون وبعضها مع قريش وبينهم قتال هالقبائل الصغيرة فالآن الرؤوس الكبار اصطلحت فالقبائل الصغيرة قالت طيب نحن إيش موقعنا من العراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل معي قالت قبيلة خزاعة نحن معك وكان فيه مسلمون وكفار لكن أكثرهم مسلمين وقالت قبيلة بكر نحن معكم يا قريش قالوا طيب إذن الصلح هذا يمشي عليكم يا خزاعة وبكر عشر سنوات ما في قتال خلاص قالوا نعم مضت سنة ونص وبكر تحدث نفسها تنتقم من خزاعة ولا قريش خايفين فجاءت بكر إلى قريش قال يا قريش نحن عندنا انتقامات وعندنا ثأر مع خزاعة والآن صارنا سنة ونص خزاعة ما شاء الله يتاجرون ويشتغلون ويعني أخذوا راحتهم قالت قريش هذا الصلح ماذا نفعل بيننا معاهدة فقالت بكر نحن سنقاتل خزاعة قالت قريش لا تورطون يا بكر أنتم انقاتلتم خزاعة نقضتم العهد بكرة يهجم علينا المسلمون فقالت بكر نقاتلهم وأنتم ما لكم شغل لكن أمدون بالسلاح فأمدتم قريش بالسلاح وقالت متى ستهجمون على خزاعة قالوا بالليل قالوا إذن سنرسل معكم رجالا مننا ملثمين من قريش يقاتلون معكم خزاعة وخزاعة مع الليل والقتال لن تنتبه إن في ناس قريشيين شاركوا لكن تعطوننا من الغنائم قالوا نعطيكم وفعلا أقبلت بكر في ظلمة الليل على خزاعة وهجموا وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة انطلق رجل منهم اسمه عمر بن سالم هذا بعد سنة ونصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم خلال هالسنة ونصف أرسل الوفود وبدأ الناس يدخلون في الإسلام ترى بالمناسبة هالسنة ونصف يا جماعة دخل في الإسلام أعداد ما دخلت خلال عهد الإسلام كله تدري كم؟ إذا كان 1400 صحابي اللي جاءوا فقط عشان العمرة اللي أقبلوا بعد سنة ونصف لفتح مكة عشرة آلاف صحابي شوف كيف انتشر الإسلام في هذه السنة ونصف النبي عليه الصلاة والسلام يريدهم أن يعطوه فرصة بس أن يدعوا الناس بسلم بدون حرب انطلق عمر بن سالم إلى المدينة رجل مذهول رأى قتلا بين يديه ودماء انطلق حتى دخل إلى المدينة وأقبل بفرسه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام جاء مع أصحابه وإلى الآن ما يدري وش اللي حصل عليه الصلاة والسلام وقف رجل مذهول ويعني مكسور مما وقع عليهم ورفع صوته وجعل يقول يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالسيل يجري مزبدا فيهم رسول الله قد تلبدا إن قريشا أخلفتك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا وجعلوا لي في الهجير رصدا وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أدلوا وأقلوا عددا وجعل يستثير النبي عليه الصلاة والسلام بهالشعر حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الرجل من كلامه قال نصرت يا عمر بن سالم نصرت كيف يخنون العهد نصرت يا عمر بن سالم هو لعب يكتبون معنا صلح ثم يقتلونكم إذا كان لما شككنا فقط أن عثمان قتل تبايعنا على الموت كيف ينقضون العهد ثم جهز النبي عليه الصلاة والسلام للجيش ومضى بعشرة آلاف مقاتل حتى وقعت قصة فتح مكة التي لعلها تأتي معنا إن شاء الله أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينفعنا بهذا القرآن العظيم الذي تدبرنا شيئا من آياته اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولي آبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منه ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أحفظ أولادنا من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين وجميع الآفات اللهم ارزقهم صحبة الأخيار وأعذهم من صحبة الأشرار اللهم أحفظ جنودنا على حدودنا اللهم أحفظ جنودنا على حدودنا اللهم وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا أذى الجلال والإكرام يا أحي يا قيوم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته